في كل زاوية يكمن الجمال ومن كل رقن تطل عليك تحفة فنية كلمات تكفي للتعبير عن روعة قرية إغير ثقضيفين ببلدية معتقى بولاية التزيوزو قرية تعد نموذجا للقرى القبائلية التي تجمع بين نظافة المحيط وجمال الطبيعة هنا تجتمع الأسرة والمعاصرة فوسط المباني الفخمة يختفي هذا البيت الطبي الذي تبرعت به إحدى النساء ليصبح متحفا يشكل نموذجا للبيت التقليدي القبائلي أو ما يسمى ثزق وخال أعطي تزق وخالف فاطمة ورزق هذه اللي سنشاهد ثلاثة راحة ثلاثة أتغلي السكان ورغم مظاهر التطول لم ينسوا تقاليدهم حيث حفظوا أيضا على الأكلات المحلية وحتى طريقة طبخها التقليدية وحتى طبخها أيضا على النصر ومعشاه التقليدية حتى يتساقنا عن طبخها وحتى طبخها وحتى طبخها وحتى طبخها وحتى طبخها التنسك بالأرض وعدة وتقاليد إغير ثقضيين امتدحت لمن هجرها فخلت حليما التي غادرت القرية بعد استشهاد زوجها لا تزال تزورها باستمرار لتحكي قصة عشق القبائلي لأرضه حمد الله نعيش لباس في النار قرية إغير ثقضيفي نموذج للقرى القبائلية التي تحافظ على عاداتها وتقاليدها التي يتوارثها الصغار عن الكبار هو ما جعلها قبلة للسياح الراغبين في التمتع بجمال الطبيعة الممزوج بالعادات والتقاليد العريقة